اليوم تعتبر هولندا هذه الدولة الصغيرة واحدة من أغنى وأهم المراكز الاقتصادية في أوروبا النجاح الحقيقي لهولندا كان بفضل شركة واحدة فقط والتي تعتبر أكثر الشركات نجاحا في التاريخ في هذه السلسلة سنتعرف على جزء مهم من تاريخ هولندا سنتعرف على شركة الهند الشرقية الهولندية وتأثيرها على العالم وسنتعرف على كيف قامت هولندا ببناء سدود أضافة عدد كبير من الأراضي الزراعية للدولة سنرى كيف تحولت هولندا من مستقعات راكدة إلى إمبراطورية تجارية عالمية بفضل شركة الهند الشرقية الهولندية هذه السلسلة هي عن تاريخ اقتصاد هولندا هولندا اليوم تعتبر قوة اقتصادية حقيقية ولكن في القرن السادس عشر لم تكن كذلك بل لم تكن هناك دولة مستقلة حيث كانت تحت سيطرة الامبراطورية الإسبانية سيطرت الامبراطورية الإسبانية على أرض شاسعة في جميع أنحاء العالم واستخدمت الأموال التي اكتسبتها من العبودية والتجارة لتمويل العديد من الحروب والغزو والقم أصبحت هولندا في نهاية المطاف ضحية لإحدى هذه الحروب فقد أصبحت جزء من الامبراطورية ليقضي الشعب الهولندي ثمانين عام من النضال بحثا عن الحرية والاستقنال كان الهولنديين شعب بحري حيث كان صيد الأسماك والتجارة البحرية هي عمل أهل هولندا لقرون وكانت البضاعة الرئيسية التي تشحن عبر موانئ هولندا هي التوابل القادمة من الشرق الأقصى البرتغال في البداية كانت محتكرة لتجارة التوابل وكانت مسيطرة على الطرق الرئيسية من أوروبا لآسيا لهذا قام الهولنديين بشراء التوابل من لشبونة وتوزيعها على جميع أوروبا وفي عام 1580 تم التوحيد شبه الجزيرة الأيبيرية تحت التاج الإسباني ولهذا قام الإسبان بإغلاق لشبونة أمام التجار الهولنديين هذا الأمر قطع الشريان الرئيسي للاقتصاد الهولندي ولهذا اضطر الهولنديين للإبحار شرقا وبناء شبكة تجارة خاصة بهم لمنافسة الإسبان في البداية لم يكن هناك تنظيم بين الهولنديين حيث أن من حق أي تاجر من مختلف المدن الهولندية إنشاء شركة خاصة وفردية مول التجار عدد من السفن والبحارة للبحث عن طريق جديد لشرق الأقصى بعض هذه المهام كانت ناجحة وبالفعل وصلت كميات كبيرة من التوابل لموانئ هولندا وخلال السنوات الست الأولى من جهود البعثة تم إرسال ما يقارب الـ 65 سفينة واحدة من كل عشر سفن لم تعد أبدا أما السفن التي عادت كانت قد خسرت ثلثي الطاقم في المعدل نستطيع أن نقول بأن الأساطير الأولى ورحلاتها لم تكن آمنة ولكن من هذه الرحلات حصل الهولنديين على خبرة حقيقية في إنشاء الشبكات التجارية لكن المشكلة كانت أن هذه المعلومات كانت بيد أفراد ولم تكن بيد الحكومة أو الدولة ومن هنا علم الهولنديين بأن لمنافسة الإسبان والبرتغاليين كان لابد من الاتحاد وتبادل الخبرات لهذا في عام 1602 تحت رعاية رئيس وزراء هولندا اتحدت شركات الاستكشاف المختلفة في شركة واحدة ذات سلطة سيادية واسعة الحقيقة أن اسم الشركة لم يكن شركة الهند الشرقية الهولندية على الرغم من أن هذا الاسم انتشر في كتب التاريخ حتى اليوم كانت الشركة تسمى في الواقع شركة الهند الشرقية المتحدة أو بي او سي باختصار بإنشاء هذه الشركة بدأ فصل جديد في التاريخ الهولندي كانت دوافع إنشاء الشركة سياسية بحتة حيث احتاج الهولنديين إلى محرك اقتصادي جديد لمحاربة الإسبان واستعادة بلدهم الذي مزقته الحروب كانت الشركة أملهم الوحيد وهذا هو السبب أنها منحت ليس فقط احتكار التجارة ولكن أيضا القدرة على تدريب جيشها الخاص والتفاوض وعلان الحروب واحتلال الأراضي والعبودية يتطلب غزو الشرق الأقصى الكثير من رأس المال ومع ذلك اكتشفت الشركة حل بارع والذي سيصبح فيما بعد حجر الزاوية في الرأس المالية الحديثة في وسط أمستردام قامت الشركة ببناء مركز رئيسي حيث يمكن لأي مواطن هولندي الذهاب والشراء أسهم من الشركة مما يمنح الشركة أموال بشكل فعال مقابل مطالبة بأرباحها في المستقبل أنشأت الشركة وبشكل فعال أول سوق للأوراق المالية في التاريخ وأصبحت شركة الهند الشرقية الهولندية أول شركة مساهمة عامة في التاريخ وهنا استثمر كل رجل تري في هولندا في الشركة بل وشارك العديد من المهاجرين بذلك جمع الاكتتاب العام الأول للشركة في البداية أكثر من 6 ملايين قليدر وهو ما يعادل حوالي 110 مليون دولار اليوم هذا الحدث كان في بلد نصف محتل من قبل الأسبان وباقتصاد منها المفيد أيضا أن الإمبراطورية الإسبانية كانت في حالة حرب مع الإنجليز في ذلك الوقت هذا الأمر سمح للهولنديين باكتساح الشرق الأقصى وطرد البرتغاليين كانت أندونسيا أول ضحيلة طموحات الاستعمارية للشركة الهند الشرقية الهولندية حيث غزل الهولنديين جاكارتا في عام 1611 وذبحوا السكان المحليين وبنوا مزارع التوابل بشكل واسع في الجزر القريبة قام الهولنديين باعتماد جزيرة قاوا كمقر لهم وهنا انتشرت الشركة وسيطرت على أراضي في أنحاء الشرق الأقصى وقاموا ببناء مصانع والتي أنتجت في الهند حرير وأقمشة ليتم شحنها لليابان مقابل الفضاء حصلت شركة الهند الشرقية الهولندية على الحرير من الصين أيضا وأيضا من الصين حصلوا على الخزف وأدخلوه لأوروبا بعد تأمين الطريق كانت أرباح الشركة قد وصلت لرقم خرافي وهو 1500% من رأس المال تم تحويل كل هذه الأموال لهولندا والتي حصلت على استقلالها الكامل في عام 1648 هذه الأرباح كانت سبب في دخول هولندا مجال جديد ومربح للغاية ووستصلاح الأراضي كما نعرف هولندا هي أرض مسطحة تحت مستوى البحر وهذا يجعلها عرضة للفيضانات في هذه السلسلة ستكلم عن كيف قامت هولندا ببناء السدود وتجفيف الأراضي للحصول على أراضي زراعية هذه الخطة نجحت مما ضاعف من أرباح الشركة والحكومة الهولندية أبحر أكثر من ألف ونص سفينة من قبل الشركة خلال القرنين من وجودها وتأثير هذه الرحلات لا يزال حتى اليوم خير مثال الاستعمار الهولندي هي مدينة كيب تاون في أفريقيا والتي كانت محطة استراحة للشركة الهند الشرقية الهولندية في عام 1652 وأيضا قام الهولنديين باكتشاف أراضي في جنوب جزر الهند الهولندية وأطلقوا عليهم أسماء مثل نيو هولند ونيوز لاند قبل عقد من الزمن اكتشف تاجر الكتلتين من الجزر جنوب جزر الهند الهولندية وأطلق عليها اسم نيو هولند ونيوز لاند اليوم نيو هولند هي ما نعرفه باسم أستراليا في حين أن اسم نيوز لاند بقى كما هو هذه الاكتشافات والسيطرة على الطريق خاص بهم كان سبب في أن تكون لها امبراطورية استعمارية ولكن في القرن الثامن عشر وبالتحديد في عام 1784 تعرضت هولندا لخسارة ضد البريطانين وهذا عطل من شبكة شركة الهند الشرقية الهولندية في آسيا بالتحديد وبعد عام واحد فقط دخلت قوات الجمهورية الفرنسية الحديثة الأراضي الهولندية لهذا واجه الهولنديين عدوين الأول في الداخل وهم الفرنسيين والعدو الآخر في المستعمرات الآسيوية وهم الإنجليز ولهذا بحلول عام 1799 أثلست الشركة لتفقد هولندا احتكار تجارة التوابط لتنتهي حقبة مهمة في تاريخ هولندا وينتقل التركيز على الداخل وتنفيذ مشاريع كانت تعتبر مستحيلة لتكون هولندا أرض آمنة لشعبها وليعود اقتصادها من أهم الأسواق في أوروبا منطقة هولندا هي منطقة معرضة دائما للفيضانات ولهذا كانت هناك حاجة حقيقية لبناء أطول سد في تاريخ أوروبا رغم أن هناك إشارات على وجود مستعمرات قديمة في هولندا لكن بين القرن التاسع حتى القرن الرابع عشر تعرضت هذه الأراضي لفيضانات كثيرة وهنا ظهرت بحيرات في الأرض هذه الفيضانات ربطت هذه البحيرات ببحر الشمال ليظهر مستطح ماء جديد حمل اسم زيودرزي أو بحر الجنوب وهنا أصبح بإمكان السفر بحرية بين بحر الشمال والأراضي الداخلية لهولندا المعاصرة وبالتحديد المدينة الصغيرة التي تحمل اليوم اسم أمستردام لتنتقل هذه المدينة من كونها مدينة نائية لإحدى أهم المدن التجارية منها تم إنشاء أول برصة وتطوير الشكل المبكر للرأس مالية الحديثة كل ذلك بسبب هذه الفيضانات وهو أيضا جعل البحر الجنوبي لهولندا أكثر عرضة للفيضانات على مر القرون كانت مياه البحر تجتاح المناطق المحيطة وتغمرها بشكل دوري وتدمر المحاصيل والمنازل لهذا كان يجب القيام بشيء لحل هذه المشكلة ومن هنا ظهر الرجل اسمه كرونيلس ليلي ولد ليلي في عام 1854 ودرس الهندسة المائية من جامعة ديلف للتكنولوجيا بعد تخرجه عمل كمهندس في وزارة النقل والأشغال العامة وإدارة المياه في هولندا انضم بعدها إلى رابطة بحر الجنوب والتي كان هدفها إغلاق البحر الجنوبي باستخدام السدود وعلى مدى خمس سنوات شرع في وضع خطة من شأنها أن تحدث ثورة في البناء وهي خطة تهدف لإغلاق البحر الجنوبي بشكل دائم ضد أي فيضان لكن المميز في الخطة أن الدولة ستحصل على أراضي زراعية ضخمة من خلال تجفيف الأراضي الحقيقة أن هذه لم تكن الخطة ولكن الخطة كان بناء السد الضخم الفكرة لم تكن جديدة فقد حاول كثير قبلهم وأيضا الخطة كانت مكلفة جدا الحقيقة أن تكلفة المشروع مساوية لميزانية الحكومة الهولندية في عام كامل الميزانية الهولندية اليوم هي 285 مليار دولار تخوف ليلي من طرح المشروع المكلف للحكومة دون أن يكون هناك شيء إيجابي ومفيد لهذه الحكومة لهذا ركز في ملف المشروع على أنه سيكون مدر للمال لهولندا فمن المشروع ستحصل هولندا على مساحة شاسعة من الأراضي الجافة الجديدة هذه الأراضي بالإمكان استخدامها في الزراعة والحصول على موارد طبيعية هذا المشروع سيكون سبب في جعل هولندا ثاني أكبر مصدر للأغذية في العالم وبها أصبحت خطة المشروع جاهزة لكنها تحتاج لمواطقة حكومية ومنها سيحتاج المشروع لرجل سياسي حقيقي وكان هذا أيضا في نفس صاحف الفكرة ليلي والذي وصف بأنه كان خبير في التفاوض بعد خمس سنوات فقط من عمله في وزارة إدارة المياه استطاع ليلي أن يصل لمنصب الوزير ومنذ أول يوم بدأ بالضغط على البرلمان لاعتماد خطته والبدء في تنفيذ المشروع الحقيقة المشروع كان قريب من التصديق عليه ولكن تم حل البرلمان وانهار المشروع لكن في عام 1897 حاول ليلي مرة أخرى هذه المرة كان للي بالفعل قد قام ببناء قناة لتحويل المياه أملا في إضعاف نسبة حدوث فيضان مدمر هذه المرة أيضا فشل ليلي في إقناع البرلمان انتقل ليلي للعمل في مستعمرة سويرنام الهولندية كحاكم على المستعمرة ليعود بعدها لهولندا ولمنصب الوزير ويقدم المشروع للمرة الثالثة في عام 1913 هذه المرة استطاع إقناع البرلمان بالمشروع والذي وجده البرلمان وسيلة فعالة لجعل هولندا أقل عرضة للفيضانات والذي خدم المشروع هو حدوث حدثين مهمين الأول كان الحرب العالمية الأولى خلالها كانت هولندا محايدة يعني أنها كانت بعيدة عن الحرب في حين كانت الدول حولها متضررة بشكل كبير من المعارك أدت الحرب لزيادة الطلب على المواد الغذائية وبسبب الحرب كان هناك نقص حقيقي في الأسمد الصناعية ولهذا كانت هناك حاجة في أوروبا لأراضي خصبة هولندا البلد الصغير ذات الازدحام السكاني كانت بحاجة حقيقية لهذه الأراضي أما عن السبب الآخر والذي كان الأهم ففي منتصف الليل في عام 1916 ضرب هولندا فيضان كبير وفيه انهارت السدود ودمرت مئات المنازل في هولندا كان حجم الدمار في بعض السدود وصل لمئة متر بسبب هذا الفيضان أفلست العديد من المقاطعات والتي حاولت إصلاح الضرر وهذا كان مثال حي أمام البرلمان بالضرر التي يمكن أن يحدث بسبب الفيضانات في هولندا لهذا في عام 1918 صدر قانون ببناء أكبر سد في التاريخ الأوروبي وبدأ البناء في عام 1920 ليحمل هذا السد اسم أفلس تاجيك والذي يعني سد العلبة الحقيقة أن الأوروبيين لم يبنوا سد بهذا الحجم من قبل لهذا قاموا أولا ببناء سد أصغر في البر الرئيسي إلى جزيرة صغيرة من هذه البداية اكتسبوا خبرة حقيقية للبدء في المشروع الأكبر وفي عام 1927 بدأ العمل في السد في أربعة مواقع بدأ العمل في البداية على كل الجانبين حيث كان من المفترض أن تتصل السدود أيضا تم بناء جزيرتين في وسط البحر الجنوبي حيث كان من المفترض أن تعبر السدود هذين الجزيرتين كانوا جزر صناعية في وسط الماء هذا المشروع كان سبب حقيقي في شهرة هولندا اليوم وخبرتها في مجال البناء في المياه توافد عشرات الآلاف من العمال في جميع أنحاء البلاد للعمل على هذه العجوبة الهندسية ولكي يكون الأساس متين كان على الهولنديين إرسال السفن بشكل يومي لإسقاط ملايين الأمتار المكعبة من المواد في البحر لتكون الأحجار الثقيلة هي أساس المشروع وفي الشاطئ تم إسقاط طين صخري في البحر وبعد تثبيت الخراصنات تم رفع مستوى سطح البحر بالرمل والطين ولتأكد من أن السد كان قوي تم زرع العشب في الأعلى مما تسبب في تثبيت قواعد السد تم الانتهاء من مشروع السدود وأغلاقها مع بعض في الثامن والعشرين من مايو من عام 1932 قبل عامين مما هو مخطط له بعدها تحول العمل ليكون على البحر الجنوبي وبالتحديد بحيرة أجسلمير أو بحيرة أجسل والتي سميت على اسم نهر أجسل والذي كان مغذي لهذه البحيرة الجديدة لكن كان هناك حاجة لتفريغ المياه في طرفي السدود ومع تسريب المياه المالحة في البحر تحولت أجسل ليك ببطء من بحيرة مياه مالحة إلى بحيرة مياه عذبة بسبب هذا السد أصبح هناك طريق يربط الشمال الغربي من هولندا بالغرب وهنا في الخامس والعشرين من سبتمبر من عام 1933 تم افتتاح السد رسميا وقد تم تسريب كمية 23 مليون متر مكعب من الرمال و13.5 مليون متر مكعب من المواد في قاع البحر ولكن صاحب المشروع نفسه ليلي لم يشاهد المشروع وهو مكتمل فقد توفى في عام 1929 لكن هذا المشروع العظيم لم يغير اقتصاد هولندا فقط بل كان سبب في إنقاذ حياة الآلاف ففي عام 1953 ضربت هولندا واحدة من أشد العواصف في الجنوب حيث أن السدود هناك كانت قديمة وهنا تحطمت هذه السدود وبسببها مات 1800 إنسان هذه العاصفة دمرت الآلاف من الملازل لكن في الشمال حيث كان سد أفلوداديق قائم الذي تم بنائه منذ عشرين عام لم يكن هناك أي ضرر لا في المباني ولا في الأرواح تلك الليلة لم تغمر المياه أي أرض وهنا علم الشعب الهولندي بأهمية السد ولهذا منذ بناء هذا السد العظيم أصبحت أراضي هولندا أكثر أمنا من الفيضانات وارتفاع منسوب المياه تعتبر شركة بولدرز الهولندية أكبر شركة استصلاح أراضي في العالم وهي التي حققت عجوبة من خلال إضافة عشرين بالمئة من الأراضي لهولندا بل وكانت هذه الأراضي الجديدة أراضي خصبة جعلت من هولندا ثاني أكبر مصدر للأغذية في العالم ومنذ القرن السادس عشر تم استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي من البحر والبحيرات لتصل أكثر من خمسين بالمئة من مساحة اليابسة الحالية في البلاد هذا بالإضافة للبحيرات التي جفتت دون تدخل البشر تتم عملية استصلاح الأراضي في هولندا بشكل أساسي من خلال عملية تصريف المياه من البحيرات أو عن طريق وضع السدود حول مساحة من المياه تم تصريفها ليكون الناتج أرض خصبة للغاية وهذا كان مقترحه ليلي بناء سد لوقف مياه البحر ثم بناء سدود أصغر داخل هذه البحيرة المشكلة حديدا واستنزاف المياه واحدة تلو الأخرى الأرض الناتجة كانت طينية وبإمكان تسويتها واستزراعها في النهاية وهنا تستطيع الحكومة بيع الأراضي أو تأجيرها ومن ثم فرض الضرائب عليها وهو ما يعني مكاسب ضخمة لهولندا أرادت الشركة في البداية اختبار الأراضي فتم تحديد 400 متر مربع فقط من البحر الجنوبي استرر العمل على هذا الأمر حوالي عام من هذه التجربة تم اختبار آثار الصرف على تربة البحر أولا قاموا ببناء سد بطول 18 كم حول المنطقة ثم شرعوا في تجفيفها ولجعل الأرض مناسبة للزراعة تم حفر شبكة من الخنادق في بولدر لتوجيه المياه نحو محطات الضخ تسبب الجفاف الناتج في ارتفاع البحر بأكثر من متر في بعض الأماكن بمجرد تسوية الأرض تم استبدال الخنادق بأنابيب تصريف تحت الأرض وعلى رغم من تجفيف الأراضي لكن الأرض الناتجة من هذه العملية كانت غير مستقرة لهذا قاموا بعد ذلك بزراعة الأرض عن طريق رمي بذور القصب من الطائرات ساعد هذا النبات القوي في تبخير المياه وتجلب الهواء إلى تربة وبالتالي ترسيخ الأرض ثم تم بناء البنية التحتية الأساسية مثل الطرق وتم حرق حقول القصب واستبدالها ببذور اللفت وعندما تحول الشتاء إلى ربيع تحولت النباتات للون الأصفر ثم تم استبدال هذه النباتات الصفراء بحبوب مختلفة مثل القمح والشعير والشوفان استغرقت هذه العملية السنوات ولكن في النهاية كانت التربة غنية بما يكفي للسماح بزراعة محاصيل أخرى في نفس الوقت كان يجري بناء الطرق والإسكان للمستوطنين والمزارعين في المستقبل تم تقسيم الأراضي إلى قطع أرض تبلغ مساحتها حوالي خمسين فدان وأيضا تم تقسيم الأراضي لتكون بعضها للخضروات وبعضها للحبوب أما الغابات فكانت الأصعب عليهم تحتوي كل قطعة أرض على طريق معبت في المقدمة وقناة في الخلف لتجعلها في متناول الأرض والمياه وبعد الانتهاء من الاختبار انتقل المهندسون للعمل على الأراضي الجديدة قرروا الاستمرار في العمل على أجزاء أخرى من الأراضي ليتعلموا من المشاكل التي يواجهونها في هذه الأراضي فانتقلوا لمنطقة وريقرمير المهمة والتي ستشمل في نهاية المطاب حدة قراءة جديدة وهنا واجهت الحكومة مشكلة جديدة وهي لمن ستكون هذه الأراضي الجديدة تم تقسيم البحر الجنوبي بين بلديات البر الرئيسي ولكن الوضع هنا مختلف فالأرض أكبر لذلك تقرر أن تكون هذه الأرض هيئة عامة مما يعني أن هناك ترتيب معقد بحيث كانت هيئة الحكومة مسؤولة عن العمل على هذه المنطقة وكانت هناك لجنة مسؤولة عن حكم هذه الأراضي عندما أصبحت المنطقة أكثر اكتظاظا بالسكان طالب شعمها بالتمثيل في الحكومة ولهذا تم التأسيس بلدية الخاصة في الأول من يوليو من عام 1941 أما المشروع التالي فكان نوردودس بولدودر في الشمال الشرقي هناك أيضا قاموا أولا ببناء السدود حول المنطقة التي أرادوا تجفيفها ثم تم ضخ كل المياه والزراعة ببذور بسيطة للتجهيز الأرض بعدها تم تنويع النباتات المزروعة لتكون الأرض مناسبة لتعبيد الطرق وزراعة لكن هذه المرحلة بالتحديد كانت في فترة مهمة في تاريخ هولندا حيث أن العمل في هذه المرحلة كان تحت الاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية في البداية سمح الألمان باستمرار العمل دون عواء لأنهم أرادوا إنشاء نفس المشروع داخل ألمانيا لكن مع تحول الحرب إلى الأسوأ وقعت غارات في هذه المناطق فتم ترحيل العمال وقبل خسارة الحرب فتجر الألمان أجزاء من السدود وأغرقوا الأرض جزئيا لكن بعد الحرب تم إصلاح الضرر بسرعة وعاد العمل في عظوم بضعة أسابيع أما عن الحدث الرئيسي الثاني فكان أمر غير متوقع كان السد متصل بالأرض ولكنه أيضا يقع على بعد أمتار بسيطة من البر الرئيسي وعندما تم ضخ المياه في البحر الجنوبي جعل هذا الأرض القريبة من السد محرومة من المياه وأقل خصوبة لهذا عندما تم تأسيس سدود أخرى تركوا سلاسل من البحيرات تحيط بالسد الجديد هذه البحيرات حملت اسم فيلفولاند وهو اسم روماني لبحيرة قديمة كانت في تلك المنطقة هذه الكلمة تعني أرض التيار ولكن نظرة لأن السد سيكون محاط بالمياه فقد احتاجوا إلى سد أطول فتم بناء سد بطول 90 كيلومتر للقسم الشرقي من فيلفولاند بدأ العمل في عام 1951 ولكن بعد عامين في عام 1953 ضرب فيضان هائل جنوب هولندا وهي في منطقة غير محمية من السدود الحديثة كانت هذه أكبر كارثة طبيعية تضرب هولندا في تاريخها بالكامل بسبب هذا الحدث كان هناك عشرات الآلاف من اللاجئين فتوقف البناء في فيلفولاند حتى يتمكنوا من النهوض بالجنوب وتشغيله مرة أخرى كان أغلب اللاجئين من المزارعين ولهذا تم منحهم أراضي في المستنقعات الجديدة إلى جانب مزارعين تم اختيارهم بعناية من أماكن أخرى من هولندا وعندما أصبح الجنوب آمن مرة أخرى اختار الكثيرون البقاء في الأراضي الجديدة لكن فيلفولاند لم تكن جاهزة بعد انتهى العمل على هذا السد في عام 1957 وتقرر بناء مدينة يمكن أن تعمل كعاصمة تجارية وإدارية وأقليمية لفلفولاند والشمال الشرقي هذه المدينة حملت اسم ليليستاد على اسم الرجل الذي وضع قبل سبعين عام خطط لبناء هذا المشروع الكبير وفي عام 1959 بدأ البناء في سد جنوب فيلفولاند انتهى البناء في عام 1968 واستغرق وقت أطول لأنهم استخدموا مضخة واحدة فقط لتصريف مساحة 430 كم مربع ونظرا لقربها من أمستردام ونقص الإسكان في أمستردام في ذلك الوقت أصبحت فيلفولاند المدينة الثانية بفضل معدات الزراعة الآلية والأسمداء الزراعية أصبحت الأراضي الزراعية أقل قيمة بكثير بحلول ذلك الوقت تم تحويل الكثير من فيلفولاند إلى مساكن ومحميات طبيعية وتم الانتهاء من البناء في فيلفولاند رسميا في عام 1984 وعندما تم الانتهاء من المناطق الحضرية الحيوية بعد أربع سنوات أصبحت هذه الأراضي مقاطعة خاصة بدلا من تقسيمها بين المقاطعات الأخرى لتكون مقاطعة فيلفولاند هي المقاطعة الثانية عشر لهولندا أما عن آخر سد فهو ماركر وارد فتم بناء سد لمنع الفياضرات الطفيفة في منطقة أمستردام ولكن البناء كان بطيء واستمر لـ 12 عام أي ضعف عمل السد العظيم استمر النقاش حول ما إذا كان سيتم بناء سد آخر لسنوات مع التكنولوجيا الحديثة اختفت الحاجة إلى الأراضي إسرائية ولم تعود هناك حاجة إلى المساحات الإضافية للإسكان بفضل مشروع جنوب فيلفولاند وبحلول هذا الوقت بدأ الناس بالتفكير بالمخاوف البيئية لهذا تقرر ترك الأمور كما هي للحفاظ على البيئة وفي عام 2012 تمت الموافقة على خطط لبناء العديد من الجزر الصغيرة هناك ولكنها فقط للسياح ومراقبي الطيور يعتبر بناء السدود في هولندا من عجائب العصر الحديث وهي التي تم بنائها للحد من خطورة الفياضانات وقد أصبحت نموذج للعديد من البلدان كان الهولنديين يبنون السدود وغيرها من الدفاعات ضد الفياضانات لآلاف السنين في الواقع بنى المستوطنون الأوائل في هولندا مستوطناتهم على التلال بسبب الفياضانات المتكررة لهذا حملت اسم الأرض المنخفضة وفي القرن الثامن أنشأ الهولنديين أولى السدود ومع تزايد ثراء الهولنديين واكتظاثهم بالسكان تحسنت دفاعات الفياضانات في الثلاثينات من القرن العشرين شيد الهولنديين أطول سد في العالم لحماية المنطقة الوسطى من هولندا من الفياضانات وبعد الانتهاء من هذا المشروع بدأت الحكومة الهولندية بالنظر في خطط لسد الجزء الجنوب الغربي من بلادهم وبالتحديد في زيلاند من اسم هذه المدينة زيلاند جاء اسم مستعمرة نيو زيلاند في القارة الإسترالية لكن هذا المشروع لم يكتمل بسبب انشغال هولندا وأوروبا بالحرب العالمية الثانية بعد الحرب أعطت الحكومة الهولندية الأولوية لإعادة بناء القديم بدلا من بناء الجديد لكن بعد ذلك تغير كل شيء بسبب فيضان بحر الشمال في ليلة الواحد وثلاثين من يناير حتى الأول من فبراير من عام 1953 ضربت عاصفة هولندا بشراسة ولأن هذا الحدث كان في الخمسينات ولم يكن هناك وسيلة للتواصل مع الشعب إلا من المحطات الإذاعية ولأن الحدث كان بالليل لم يكن هناك موظفين في محطة الإرصال لذلك عندما تم إرسال التحذير في المساء من الطوفان لم يكن هناك أحد في المكتب ولهذا صدم الشعب بظهور المياه في الشوارع هذه المياه جرت المنازل والماشية والناس بعيدا هذه الأرض كانت محمية بالسدود ولكن هذه السدود كانت قديمة وضعيفة والتي تم تصميمها للفيضانات الأصغر والتي حدثت في هولندا سابقا لكن هذه العاصفة كسرت الدفاعات في 67 موقع مع ثقوب يصل عرضها لـ 3.5 كيلومتر في النهاية توفى 1863 وأصبح 70 ألف شخص بلا مأوى وقتل 200 ألف من الماشية قال أحد الصحفيين عن هذا الحدث البحر يحتاج إلى ليلة واحدة فقط لإثبات مدى عجز الإنسانية بعد 20 يوم من الفيضان أنشأت الحكومة الهولندية فريق من الخبراء المكلثين بالنظر بطرق لمعالجة مشكلة الفيضانات الهولندية واطلق على هذا الفريق اسم لجنة ديلتا هذا الفريق كان يملك التقنية والتخطيط لبناء السدود ولكن كان المطلوب بشكل حقيقي الإرادة تسمى المنطقة التي يأتي منها معظم الفيضانات منطقة ديلتا لأن ثلاث أنهار مختلفة تنتهي في هذه المنطقة وهو ميوز وشيلد وراين ومنها حملت اللجنة اسم لجنة ديلتا على اسم المنطقة أمضت اللجنة أكثر من عامين في جمع المعلومات ووضع خطة ديلتا على مدار هذين العامين قدموا خمس نقاط حول كيفية تحسين هولندا لاتفاعاتها ضد الفيضانات من المجموع قدرت التكاليف بحوالي 2 مليار جلدر أي حوالي 6.5 مليار يورو من أموال اليوم لكن هذه الميزانية كانت عالية على هولندا في عام 1955 ولوضع مقياس حول مبلغ الذي ستنفقه هولندا في هذا المشروع فسيكون حوالي 120 مليار يورو وهو ما يكفي من المال لهولندا لتمويل ثلاث بعثات للمريخ مثلا بما في ذلك جميع الأبحاث والتطوير والبنية التحتية بعد الانتهاء من التحليل ووضع الخطة وحساب التكاليف كان هناك حاجة لتقديم مشروع ديلتا لمجلس الشيوخ للتصديق على قانون ديلتا تم تمرير المشروع من خلال مجلس الشيوخ في عام 1958 وبعد يوم تم توقيعه ليكون قانون بتوقيع الملكة غوليانا ليبدأ العمل على المشروع كانت هولندا تفتقر إلى الموارد اللازمة للقيام بمشروع بهذا الحجم في ذلك الوقت اللجنة قدمت مقترح على خطوات لبدء المشروع أولا يجب البدء في أدنى نقطة من هولندا والتي كانت بالقرب من روتلدام حيث أنها كانت أكثر عرضة للفيضران وكانت أيضا أكثر مناطق خطورة إذا ظهر فيضان ففيها يسكن ثلاث ملايين إنسان وأي فيضان سيضر بثلاث مدن وهي روتلدام ودولف ولهاي بسيط فيضان السابق ظهر ثقب في السد القديم وعندما حاولوا سد الثقب بأكياس الرمال كانت الأكياس تسحب عمدة المدينة طلب من قبطان يقود سفينة تجارية ضخمة يبلغ طولها 18 متر لسد حفرة يبلغ عرضها 15 متر ورغم سوء الأحوال الجوية استطاعت هذه الحركة توفير الوقت الكافي للسد الحفرة بأكياس الرمال يعتقد أنه بدون هذه الخطوة قد يصل عدد اللاجئين بالملايين بدل من سبعين ألف اليوم وضعت الحكومة الهولندية نصب تذكاري تكريما لهذه العملية ومن كان وراءها وعندما قدمت اللجنة نتائج البحث حول مدى ضعف المنطقة قامت الحكومة المحلية بتمويل إضافة الحواجز دون انتظار موافقة الحكومة الوطنية على التمويل وفي ألغراب ريج كانت هناك حاجة لرفع الحواجز لفيضانات حول النهر للسماح للسفن بالمرور تحت على أن يتم انزالها في النهر في حالة حدوث فيضانات بعد ذلك جاء الجزء الأكبر من المشروع كان المشروع في الأساس مجموعة من الجزر مما أدى إلى حوالي 700 كم من الشاطئ الذي يحتاج الحماية ب700 كم من السدود ولهذا كانت الأولوية الرئيسية للجنة دلتا هي إيجاد طريقة للتقصير 700 كم إلى 80 كم فقط قرر القيام بذلك من خلال ربط الجزر المختلفة ببعضها البعض بالسدود وهذا يعني نقاط ضعف أقل وانخفاض تكلفة الصيانة وزيادة جودة الدفاعات ضد الفيضانات تعت الخطة إلى بناء أربع سدود حيث لا يزال من الممكن تتفق المياه من النهر إلى بحر الشمال بالإضافة إلى العديد من السدود الصغيرة التي كانت ضرورية للتحويل تتفق المياه إلى البحر بدلا من إغراق المنطقة خلف السدود الرئيسية لم يتم سد جزء من المدخر الجنوبي لأن الممر السابق أدى إلى إغراق ميناء أنتويريب لهذا لم تقبل بلجيكا إغراق هذا الميناء ولهذا قرر الهولنديين حفر بعض القنوات الإضافية للسماح للسفن بمواصلة أعمالها دون عواق وهكذا بدأ الهولنديين في بناء سدود مختلفة في وقت واحد بدءا من أصغرها قررت اللجنة أن يبدأ العمل أولا على السدود الصغيرة لحل أي مشكلة إذا حدثت بسهولة رغم الإختلاف في أشكال السدود لكن اللجنة قسمت السدود لثلاث أنواع منهم النظام الذي استخدمه المجاريين سابقا وأثبت فعليته وهو نفس الطراز الذي استخدمه المجاريين عند بناء سد أفلوزوديجيك هذه التقنية لم تكن ناجحة في الأماكن ذات التيار القوي لأن الصخور لم تبقى في مكانها لذلك طوروا تقنية جديدة حيث يضعون كتل خرسانية مجوفة في المياه لتستقر في مكانها ثم يملأوها بالرمل ثم يضيف الرمال أكثر والخرسانة بجانب بعضهم البعض ليكون في النهاية سد وليبقاهم جميعا في مكانهم سكبوا الرمال والحجارة الصغيرة فوق الكتل الخرسانية هذه التقنية تحمل يوم اسم طريقة طائر الفينق كيسون وبعد الانتهاء من عدد قليل من تلك السدود حولوا فعليا أحد الدلتا إلى بحيرة للمياه العذبة وكان لهذا تأثير على النباتات والحيوانات والذي كانت تعيش في بيئة بها مياه عذبة ومالحة ولهذا ماتت بعض الفصال هناك الهدف الرئيسي المشروع هو السد المنطقة بالكامل وكانوا في السبعينات على وشك النجاح في المشروع والوصول للهدف النهائي لكن ظهرت حركات تدعو الاهتمام بالبيئة وانتشرت هذه الحركة في هولندا أيضا لهذا بدأ الصيادون المحليون والدعاة حماية البيئة في الاحتجاج على المشروع والذي تسبب في موت النباتات والحيوانات وصل هذا الاحتجاج للبرلمان وبالتحديد من فئة الشباب وبسبب الضغط قررت الحكومة تعيين عدد من المهندسين والعلماء لإيجاد حل لهذه المشكلة الخطة الجديدة أخذت في الاعتبار السدود التي تم بنائها بالفعل وكان التركيز على الأجزاء غير مكتملة وهنا وضعوا حاجز عاصفة يمكن أنزاله أثناء أي عاصفة وأبقاه مفتوحا لبقية الوقت بهذه الطريقة لن يختفي خليط المياه العذبة والمالحة وسيستمر الحفاظ على الحياة المرية المحلية قام المهندسون بإنشاء 65 برج خرساني عملاء كانت هذه الأبراج كبيرة جدا واستغرقت سنة ونصف لبنائها وكان لابد من صنعها في هذا الموقع لذلك استخدموا إحدى الجزر الصناعية الثلاثة التي تم بنائها بالفعل للسد الأصلي وحولوا جزء منها إلى حوض جاف حيث يمكنهم بناء الأبراج وعندما كانت الأبراج جاهزة تم إنشاء خندق كبير على مجرى النهر تم وضع حصير على جانبي الخندق لمنع التربة من التدفق إلى الخندق وبعد أن أصبح مجرى النهر قوي بما يكفي للأبراج تم وضع واحدة للأخرى بدقة على مجرى النهر فالأبراج كانت مجوفة لهذا ليبقاها في المكان تم ملأها بالرمال بينما كانت مغطاة بالحجارة في قاع النهر والآن وبعد أن تم وضع الأبراج في مكانها قام المهندسون بالتوصيل الحواجز بين الأبراج التي تهدف لإيقاف الأمواج ومع انتهاء هذه السدود وحواجز الفيضانات سيكون من المستحيل تقريبا أن يضرب فيضان هذه المنطقة في هولندا مرة أخرى ولكن لا يزال هناك قسم واحد متبقي على الرغم من أن المنطقة الدلتا كانت آمنة إلا أن منطقة رودلدام لم تكن آمنة حيث تم تغطية جزء من المدينة وكان هناك حاجة لبناء مشروعين آخرين لتكون المدينة آمنة بشكل كامل قاموا ببناء حاجز فيضان فوق النهر والذي كان مشابه جدا لأعمال دلتا الأولى تطلب هذا النظام حوالي 50 كم من السدود وهدم جزء من المدينة بمبانيها التاريخية التي يصل عمرها لأربعمائة عام وهذا اعتبر ثمن غالي جدا لهذا طالبت الحكومة من الشركات التنافس لتقديم أقل التصاميم تكلفها الحكومة لا مانع عندها من مرور من ميناء رودلدام لهذا اختارت الحكومة تصميم أميز الحاجز الذي تم تصميمه واعتبر أكبر جسم متحرك صنعه الإنسان وكان يجب بناءه على شكل قطع وتم تجميعها في الموقع نظرا لحجم القطع الفردية اضطرت الشركة إلى توظيف العديد من المقاولين المتخصصين للحصول على أجزاء الضخمة التي يحتاجونها حسب التصميم كان هناك حاجة لبناء حاجزين كل حاجز على كل جانب من جوانب النهر وتم تصميمها للتناوب بحيث عندما يكون هناك خطر فيضان فإن الحواجز تنزل ليتم ملء الحواجز بالمياه حتى تغرق قليلا من النهر ويمكنها بعد ذلك تحمل العاصفة القادمة وهكذا في عام 1997 تم الانتهاء من المشروع مشاريع السدود الهولندية بدأت في عام 1954 وانتهت في عام 1997 لكن لم يأتي أي إعصار أو فيضان بحجم فيضان عام 1953 بالنسبة للحاجز فتم إغلاقه في مناسبات للحماية من العواصف الهولنديين يفتخرون بأن تصميم السدود في بلادهم هي التي تدوم للأبد ويعتقد بأنه بإمكان استمرار قوة السدود هذه لعقود أو حتى قرون مع الصيانة لكن في القرن الـ 21 ظهرت تقارير تتحدث عن تغيير في مستويات سطح البحر وتغيير المناخ والذي قد يؤدي لارتفاع مستويات سطح البحر بما يصل لأربعة أمتار وإذا حدث هذا الأمر فسيحتاج الأمر لإصلاح شامل وتغيير ضخم في كل سدود هولندا بهذا انتهيت من هذه السلسلة الخاصة والتي تحدثت فيها عن التاريخ الاقتصادي لهولندا وكيف قامت ببناء مشاريع ضخمة لتكون في النهاية أحد أهم الأسواق أتمنى أن تكون السلسلة قد حازت على ذلك شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة وإذا عجب محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وركاست ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة